السلام عليكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية نحن يا سادس في الوحلة الخامسة عشرة بعنوان التعليم مسؤوليتنا جميعا وحصة القاعدة لهذا اليوم هي المجرد والمزيد من الأفعال سنتعرف على مفهوم المجرد ومفهوم المزيد من الأفعال ما هي الأفعال المجردة؟ ما هي الأفعال المزيدة؟ ما هي حروف الزيادة؟ نعلم جميعا أن جميع الأسماء والأفعال في اللغة العربية يعود أصلها إلى الجذر الثلاثي أي الفعل الماضي الثلاثي فسنعتمد في هذه الحصة على الفعل الثلاثي الذي يكون مجردا حتى نميز إذا كان مجرد أو مزيد تأمل معي الأنفلة الآتية سمع المعلم إجابة الطالب نخرج أنا وإخوتي للمشي يوميا يقوم العامل بتصليح الآلة استسلم العدو في المعركة استسلم العدو في المعركة وزع المسؤول الزكاة على الفقراء أقام الرجل مسابقة بين أولاده يستمع أحمد للقرآن الكريم يوميا وعامل المدير الموظف بإحسان تابع معي المثال الأول سمع المعلم إجابة الطالب أين الفعل في هذه الجملة يا سلمة؟ أحسنتي الفعل سمع كم عدد حروفه؟ كم عدد حروفه؟ ممتازة يتكون من ثلاثة حروف فإذا الفعل سمع يتكون من ثلاثة حروف السين والمير والعين لاحظوا أيضا أن هذا الفعل سمع فعل ثلاثة وهو ماضي هل يحتوي على أي حرف زائد فيه؟ رائع يا رؤى لا يحتوي على أي حرف من حروف الزيادة ما هي حروف الزيادة يا سادس؟ أحسنتم مجموعة في كلمة سألتمونيها السين الهمزة اللام التاء الميم الواو النون الياء الهاء وهمزة الوصل جميع هذه الحروف هي حروف الزيادة لاحظوا أن الفعل سمع لا يحتوي على أي حرف من هذه الحروف فنسمي الفعل الذي لا تحتوي أصوله أي لا تحتوي حروفه الأصلية على أي حرف من حروف الزيادة التي ذكرناها أحسنتم فعلا مجردا إذن ما هو الفعل المجرد يا أحمد؟ أحسنتم هو الفعل الذي لا يحتوي لا تحتوي أصوله على أي حرف من حروف الزيادة التي ذكرناها فالفعل سمع هو فعل مجرد لاحظوا المثال الثاني نخرج أنا وإخوتي للمشي يوميا أين الفعل يا ندا؟ ممتازة الفعل نخرج إذن الفعل في هذه الجملة هو نخرج ماذا تلاحظون على هذا الفعل؟ هل يحتوي على أي حرف من هذه حروف الزيادة التي تحدثنا عنها سابقا؟ لاحظوا أنه يبدأ بأحد حروف المضارعة وهو النون فالفعل نخرج هو فعل مضارع لكن ملاحظة يا سادس حروف المضارع المجموعة في كلمة نأتي ليست من حروف الزيادة فإذن؟ إذن الفعل نخرج هو فعل مضارع يبدأ بأحد أحرف المضارعة وقلنا أن حروف المضارعة ليست من حروف الزيادة فما نمو هذا الفعل؟ هل هو مجرد؟ أي لا يحتوي على حروف الزيادة المجموعة في سألتمونيها؟ أم هو مزيد أن يحتوي على أحد هذه الحروف؟ ما رأيك يا ميرا؟ ممتازة الفعل نخرج هو فعل مجرد لماذا؟ أحسنتي لأنه لا يحتوي على أي حرف من حروف الزيادة وقلنا أن حروف المضارعة ليست من حروف الزيادة فالفعل نخرج من الفعل خرج وهو فعل مجرد لاحظوا هذا المثال أيضا يقوم العامل بتصليح الآلة أين الفعل يا ندا؟ أحسنتي الفعل هو يقوم ما رأيك؟ هل هذا الفعل يحتوي على أي حرف زائد فيه؟ أم هو لا يحتوي على أي حرف من حروف الزيادة ممتازة؟ ندا تقول أنه فعل مضارع أنه يبدأ بأحد حروف المضارعة وهي الياء وقلنا قبل قليل أن حروف المضارعة ليست من حروف الزيادة فالفعل يقوم من الفعل قامة الفعل الثلاثي هو قامة وهو لا يحتوي على حرف من حروف الزيادة فحروف المضارعة ليست من حروف الزيادة فالفعل يقوم من الفعل قامة هو فعل مجرد إذن الفعل المجرد يا سادس هو الفعل الذي لا يحتوي أو لا تحتوي حروفه الأصلية وأغلب الكلمات في اللغة العربية حروفها الأصلية هي ثلاثة حروف أي الفعل الماضي المجرد فإذن الفعل المجرد هو الفعل الثلاثي الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف الزيادة وقلنا أن حروف المضارعة ليست من حروف الزيادة لاحظوا معي هذا المثال استسلم العدو في المعركة أين الفعل يا مرح؟ أحسنتي استسلم ماذا تلاحظين على هذا الفعل؟ هل هو فعل مجرد كما قلنا لا يحتوي على حروف الزيادة؟ أم هناك زيادة موجودة في حروفه؟ أحسنتي يا مرح هناك زيادة في حروفه ما هي الحروف الزائدة فيه؟ أحسنتي همزة الوصل السين والتاء فإذن أصلا الفعل الثلاثي منها أحسنتي سليمة فتلاحظين وجود ثلاثة حروف من حروف الزيادة المجموعة في سألتمونيها وهي همزة الوصل في البداية وحرف السيني وحرف التاء إذن ماذا نسمي الفعل الذي يحتوي على حرف أو أكثر من حروف الزيادة؟ أحسنتي نسميه فعلا مزيدا إذن ما هو الفعل المزيد يا سلمة؟ أحسنتي الفعل المزيد هو الفعل الذي تحتوي حروفه الأصلية على حرف أو أكثر من حروف الزيادة وكما قلنا هنا هو مزيد بي أحسنتم ثلاثة حروف همزة الوصل السين والتاء فإذن الفعل المزيد هو الفعل الذي يحتوي على زيادة على حروفه الأصلية وهذه الزيادة تكون من حروف الزيادة المجموعة في كلمة سألتمونيها وهنا الفعل استسلم هو فعل مزيد بثلاثة حروف لاحظوا هذا الفعل وزع المسؤول الزكاة على الفقراء أين الفعل يا رؤى؟ أحسنتي الفعل هو وزع ماذا تلاحظين على هذا الفعل؟ هل هو مجرد؟ أي أن حروفه الثلاثة هي الأصلية أم هناك زيادة على هذا الفعل؟ أحسنتي ممتازة الزيادة هنا جاءت بالتضعيف أي بزيادة حرف من نفس حروف الفعل فالفعل هو وزع ماذا فعلنا؟ أحسنتي ضعفنا الحرف الثاني وهو حرف الزاي فضفنا زايا أخرى إليها فأصبحت مشددة أو مضاعفة فالفعل والزع هل هو مجرد أم مزيد؟ أحسنتي هو مزيد ولكنه بماذا مزيد؟ رائع مزيد بالتضعيف ماذا نقصد أنه مزيد بالتضعيف؟ أحسنتي أي أننا أضفنا نفس الحرف الموجود من أصل الفعل وضعفنا فالفعل وزع ضعفنا حرف الزاي فأصبح وزع فهو فعل مزيد بالتضعيف لاحظوا هذا المثال أقام الرجل مسابقة بين أولاده أين الفعل يا راشد؟ أحسنت الفعل هو أقامة ممتاز ماذا تلاحظ عليه؟ هل تلاحظ على حروفه؟ زيادة أحسنت راشد يقول أن الفعل أصله قامة أي أن الثلاثين منه قامة ما هي الزيادة هنا يا راشد؟ أحسنت الهمزة في أوله همزة القطع فإذن الفعل أقامة هو ليس فعلا مجردا بل هو فعل مزيد وهو مزيد بماذا؟ أحسنت مزيد بحرف وهو الهمزة أو همزة القطع في أوله فنسميه فعلا مزيدا بحرف أي أننا أضفنا حرفا على حروفه الأصلية فأصبح فعلا مزيدا بحرف وهو همزة القطع فنقول أقامة هو فعل مزيد بحرف والفعل الثلاثي منه قامة لاحظوا هذا المثال يستمع أحمد للقرآن الكريمي يومياً أين الفعل يا ندا؟ أحسنتي يستمعوا هل تلاحظين زيادة على حروفه الأصلية؟ ما هو الفعل بدون حروف الزيادة؟ حتى نعلم ما هي الحروف الزائدة فيه؟ أحسنتي الفعل هو سميعة ماذا تلاحظين؟ ممتازة هذه الياء هي من حروف المضارعة وهي ليست من حروف الزيادة فإذا أردنا أن نرجعه إلى الماضي نقول أحسنتي استمع ما هي الحروف الزائدة؟ أحسنتي الحروف الزائدة هي الألف همزة الوصل والتا أحسنتي فنقول استمع من الفعل سميعة فالفعل استمع أو يستمع هو فعل مزيد أحسنتي وهو من الفعل استمع مزيد بحرفين بالهمزة همزة الوصل في أوله ومزيد بالتا فإذا هو فعل مزيد بحرفين ومرة أخرى حروف المضارعة ليست من حروف الزيادة فيجب أن أرجعه إلى الماضي حتى أرى ما الحروف الزائدة فيه وأحدد إذا كان مجردا مزيدا لاحظوا معي المثال الأخير عامل المدير الموظف بإحسان أين الفعل يا ندا أحسنتي الفعل هو عاملة ماذا تلاحظين عليه هل يوجد فيه زيادة في الحروف أحسنتي الزيادة جاءت في الألف في منتصفه ممتازة أحسنتي فإذا الفعل أصله أي الفعل الثلاثي منه عاملة ما الزيادة؟ أحسنتي حرف الألف في منتصفه فنقول هو فعل مزيد بحرف أي أنني زدت حرفا من حروف الزيادة على هذا الفعل كان مجردا وأصبح مزيدا بحرف وهو الألف ثاني حروف هذا الفعل أو في منتصف هذا الفعل إذن يا سادس يجب أن نميز بين مفهوم الفعل المجرد ومفهوم الفعل المزيد سواء بحرف بحرفين بثلاثة حروف أو بالتضعيف إذن نستنتج من الأمثلة السابقة ما يأتي يقسم الفعل من حيث التجريد والزيادة أي من حيث وجود حروف زائدة فيه أم عدم وجود حروف زائدة فيه إذن من حيث التجريد والزيادة إلى الفعل المجرد هو الفعل الذي جميع حروفه أصلية ولا يحتوي على حرف زيادة مثل كتبة وفرحة فهي جميعها أفعال مجردة تحتويه فقط على الحروف الأصلية ولا يوجد فيها حروف زيادة الفعل المزيد هو الفعل الذي يحتوي على حرف أو أكثر من حروف الزيادة على حروفه الأصلية مثل وزع وهو مزيد بالتضعيف عامل مزيد بحرف أقام أيضا مزيد بحرف واستسلم مزيد بثلاثة حروف واستمع مزيد بحرفين حروف الزيادة هي الحروف المجموعة في كلمة سألتمونيها أما حروف المضارعة كما قلنا ولاحظوا الضمائر المتصلة وأل التعريف وتاء التأنيل لا تعتبر من حروف الزيادة إذن حروف الزيادة مجموعة في كلمة سألتمونيها أما حروف المضارعة والضمائر المتصلة وأل التعريف وتاء التأنيل هي ليست من حروف الزيادة فلا تحسب من حروف الزيادة وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصة نلتقي في الحصة القادمة لنتعرف على المجرد والمزيد من الأسماء